السلام عليكم ورحمة الله اليوم مدتنا التاريخ صف السابع ثانوية البنات صبايا علشان نشوف احنا اش عم ننجس خلصنا الوحدة الاولى اليوم ننبدأ بالوحدة التانية الحمدلله انو احنا عم ننجس بس بديك تكوني مركزة معاي تضلك نشيطة معاه نكسل زائد انو اعدي بمكان هادي سمعيني منيح دروسي ما بطول انا على هيك عشر دقائق يقبل كتير بس بدي منك كتابك يكون معك عشان انك تسمعيني والكتاب معاك هلا صبايا اليوم منا نبدأ بالجند او نحكي الاردن في اجناد بناد الشاب اول نقطة منا نحكيها عن الجند لما بحكي جند صحي معناها العسكر لكن هي الجند هو اسم اطلق على الاقسام الادارية والعسكرية التي يقيم فيها الجند يعني الجند احنا بنعرف هاي الايام اللي بحكي جندي او الجند او المجندون هم العسكر تمام لكن زمان كانت كانوا يسموها برضو على المناطق او الاقسام الادارية اللي قسموا فيها المناطق من هاي المناطق هاي المناطق اللي بيقيم فيها الجند اللي هم العسكر بياخدوا لواتبهم بيعرفوا وظائفهم واذا منتذكر لما اخذنا درس الدووين حكينا ان عمر بن الخطاب عمل ديوان للجند تمام كتب في اسمائهم وظائفهم اماكنهم هلا هون بيحكي لنا انه في الخلفاء الراشدين اللي هم ابوكر صديق عمر بن الخطاب في زمن عمر بن الخطاب طبعا هم هدول الخلفاء اللي اجوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واخدتوا بالصف السادس صبايا من الخلافة الراشدة في عهد عمر بن الخطاب امر بتقسيم بلاد الشام لاربع اقسام هاي كل قسم سموه جند فاذا اربع اجناد في عنا هيا في عنا جند حمص جند دمشق جند الاردن وجند فلسطين بس بدي انا بحكي لنقطة لما بحكي جند مثلا الاردن مش رفت كل منطقة الاردن لا يعني شفيلي هاي عندي وين هاي جند الاردن طلعي على الخريطة هاي جند الاردن فشمل جزء من الاردن جزء من فلسطين جزء من لبنان جزء هاي الاجزاء الثلاث سموها جند الاردن يعني جند الاردن جزء منه في الاردن جزء منه بفلسطين جزء منه بلبنان وين اش في بشماله بشمال عالشمال في جند دمشق جنوبه جند فلسطين تمام فبديك تنتبهي انه جند الاردن مثلا كمثال هو بتلات مناطق مش بس في منطقة الاردن المحافظة اللي احنا منعرفها هاي اول معلومة هلا برجع بعيد في عنا الخلفاء الراشدين في عهد عمر بن الخطاب قسم الجند لاربع جنات حمس دمشق لاردن وفلسطين الجند حكينا هي معناها منطقة عسكرية ادارية بيعيش فيها الجيش بينظم اموره وبياخد رواتبه تمام هلا ضلوا هيك لحد ما اجت عنا اللي هو العصر الاموي اللي احنا بنحكي عنا بمادتنا بالعصر الاموي ايشو حكو احنا منع نخلي نفس الاشي بس من نقسم جند حمس لقسبين فمنطقة في اسمها منطقة قنسرين قسموا صار في عنا خمس اجنات حمس دمشق اردن بلسطين قنسرين وهاي منطقة يعني حلو انك افتحي على يوتيوب وشو فيها بسوريا فصاروا في كم جند صار عنا خمس اجنات في الدولة الاموية ايش يعني جند يعني منطقة ادارية عسكرية يقيم فيها الجند بضل اعيد تمام فاذا في الخلاف الراشدة في اهد عمر كانوا اربعة في الخلاف الاموية صاروا خمسة ايش اللي قسموها جند حمس هي اللي تقسمت طيب هلا ليش عملوا اصلا للاجنات بسبب اتنو اتسعك عنا بلاد الشام عنا صار في عنا خطر من الدولة البيزنطية هلا لما تكون الدولة كتير كبيرة الدولة بس بحكومها مثلا او مقسمة بكتلة واحدة ما راح نقدر نسيطر عليها او ننظمها مية بالمية فعلشان هيك عمر والخطاب حكلا بلاد الشام كبيرة الدولة البيزنطية خطيرة قوية بتهددنا احنا لازم ننظم بشكل اكبر منظم القبائل العربية نعمل على ادارة المنطقة ما بنقدر نعمل كل هاي الاشياء الا اذا قسمناها لاربع اجناد او اربع مناطق ادارية فكل منطقة ادارية هي مسؤولة عنها يعني جند الاردن مسؤول عن هاي المناطق جند دمشق مسؤول عن هاي المناطق وهيك طبعا هايها شايفين هاي بالدوء خلاف الاموي اجت صارعنا جند حمس وجند قنسرين هلا هنا بنات هاي كانت اسباب تشكيل الجند هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة اتساعها خطر الدولة انه حاجة لتنظيمه هو لسهولة ادارتها هاي خلصناها هلا اللي بديك تعرفي شوفوا هاي الفقرة انا خلصت لك يعان كل جند في الهوالي وكل جند في الهقاضي لانه بردو ممكن يكون في نزاعات ممكن يكون في امر فيها ضبط كل جند الى دي وان وإلى محل لسك النقود وجمع الاموال يباية الاموال برجاء بعيد كل جند الى والي قاضي ديوان اداري اللي هي محل لسك النقود وجمع الاموال وبردو هاد الوالي والقاضي الى مركز وين بيكون في المناطق الداخلية داخل شايفين في المناطق الداخلية بيكون المركز ليه ما بيكون على البحار او المناطق الساحلية عشان يكون حماية من اي هجوم من الهجوم البيزنطي لانه منعرف اي هجوم هون رح يجي من البحر طب انا ما بنفع حط الرئاسة هون عندهم فكان يحطوها بالمناطق الداخلية لحماية من السواحل هلا كل جند كان في الو مدينة يعني المدن هلا مش هاي مثلا انها هاي جند الاردن فيها مدن هاي المدن كان يسموها كورة فمثلا الاردن او جند الاردن فيها 13 كورة واضح برجع بعيد يعني تخيلوا حتى داخل الجند قسموها زي كأنه نحكي لمدن برضو هذا الاشي بنات كل من قسمنا الاشياء بيكون اسهل للادارة يتخيلوا المدرسة كلها كل الطالبات من سادس لتوجيه يكونوا صف واحد صعب انه نعمل له ادارة صعب انه كل حدا ياخد صعب التنظيم علشان هيكي قسموها كل مرحلة بيكون لها مثلا مواد معينة دروس معينة بالتسلسل نفس الفكرة هون الجند مثلا الاردن قسموه ل 12 مدينة من الداخل كل مدينة اسمها كورة 13 كورة تمام هلا هاي البرجع بعيد الرئاسة كانت من الداخل علشان ما نتعرض لأي هجوم وهاي هي الفقرة نهاية الفقرة هايها ثلاثة استطرين هدولة كل جند في والي في قاضي في ديوان إداري في محل سك نقود المركز بيكون من الداخل لحمايته من الهجوم كل جند القسم من الداخل لمدن كل مدينة اسمها كورة طيب واضح لهون هلا بنات بلاد الشام منطقة بلاد الشام فيها اللي هي جند الأردن جند فلسطين جند المشقهاي بنات بس بك تفهميها فهم هلا اجينا عن جند الأردن اللي هي مناطق جند الأردن 13 كورة زي ما أنا حكيت اتقسمت على 3 دول حالية اللي هي أردن وفلسطين ولبنان تمام هلا فلسطين كانت مدينة طبرية هي المركز لجند الأردن يعني نرجح بس هون رح أحمل هاي جند الأردن هو عبارة عن 13 كورة مقسم على مناطق أردن وفلسطين ولبنان مركزه بفلسطين في منطقة طبرية تمام هاي المركز المركز لمين لجند الأردن فهاد بنات تعريف جند الأردن هي منطقة جند الأردن 13 كورة توزع 3 دول حالية أردن وفلسطين ولبنان ومدينة طبرية هي المركز فمن هون لهون هاد تعريف جند الأردن تمام طيب هلا بنات ايش بيحدوا من الشمال هاي شفناه هون من الشمال جند جند سوريا أو جند دمشق ومن الشمال من الجنوب فلسطين هلا بيحكي لي انه مش عندنا 13 كورة كيف توزعت هاي الكور توزعت شرق الأردن وتوزعت في شمال فلسطين وجنوب لبنان طبعا هاي بديك تحفظيها صدايا منطقتين بس هاي واحد اتنين ثلاثة يعني اذا بتعديهم بطلعوا 13 بس شرق الأردن احفظي مثلا جرش ومقيس اللي اسهلك تمام تنتين هاي تنتين اوكي هلا بنات اخر اشي بيحكي لنا انه هاي المدن كانت اوقات تتعرض لهجوم فيضطروا انهم ينقلوها يعني جرش مثلا احنا عملناها كورة للجند تعرضت لهجوم او صارت مطمع للعدو خلص منترك جرش ننوح مننقلها على مكان اخر تمام هاي صبايا درسنا برجع بعيد في عنا بالخفافة رشدين الاجناد كان عددهم اربعة بعد هيكا في عهد الامويين صاروا خمسة قسموا حمص وقنسرين الجند معناها منطقة ادارية عسكرية يقيم فيها الجيش ليش عملوا الاجناد سبب تساع بلاد الشام خطر البيسنتيين تنظيم تسهيل الادارة بالنسبة للجند كل جند بيكون فيه والي وقاضي بيكون فيه ديوان اداري محل سقنقود مراكز داخلية ليش داخلية حمايتها من الهجوم كل جند بيكون فيه الو عدد من المدن اللي هي الكور او الكورة عفوا الكورة هي مدينة الجند الاردن مقسم ل 13 كورة مقسم من مدينة الاردن فلسطين و لبنان المركز وين بفلسطين بديك تعرفي انه بالشمال ايش فيها مين بحدها وبالجنوب مين بحدها انا حلي سكياهم شمال جنوب جند دمشق وفلسطين الجنوب بس ويعطيكي الف عافية ركزي تسع دقايق فقط لغير الدائس اخذ مني ركزي درس جدا سهل وبتنقل الاسئلة يعطيكي الف عافية موسيقى